اشتركوا في القناة بوقت قصير فما علاقة ثريتز بتوزيع تويتر للأرباح وما علاقة العلام الزرقاء بكل هذا لمزيد من التفاصيل معنا مستشار العلام الرقمي بشير تغريني بشير أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة الغد يعني واضح أنه إيلون ماسك يعني تشغل باله بشكل كبير علامة التوثيق الزرقاء هل يمكن أن تقول لنا لماذا؟ مرحبا اليوم إيلون ماسك يعني يعاني من مثل بقول يعني التقلبات بداخل الشركة من وقت ما يعني كان باستلام مهمته يعني حاله كسي أولى شركة العلامة الزرقاء هي من أكتر يعني أساس شغلت بال إيلون ماسك وصار فيها تحدي بينه وبين شركة متى قامنا اليوم بيكون بتوثيق حسابات أكتر وبي يعني بيجيب أرباح أكتر على الشركة وهيدا اللي قام فيه إيلون ماسك لأنه اليوم شركة أعلن منه منذ أسبوع أنه اليوم 50% اليوم من المعلنين عنده بطل موجودين هذا الشيء اللي يخليه أكتر وأكتر يتشدد ويصير فيه عنده خوف أنه الناس توثق حساباتها تيقوم بأرباح أكتر وأكتر وتتخلي الناس موجودة على موقع تويتر ويصير فيه عنده انسئة أكتر بهذا الموقع بالحديث عن الأرباح في فبراير الماضي إيلون ماسك أعلن عن نيته توزيع أرباح على المؤثرين في منصات تويتر لكن منذ ذلك الحين لم نرى أي خطوة جدية وفاجأ الجميع في هذا التوقيت بتوزيع الأرباح لماذا؟ هل الأمر علاقة بـ Threads والتحديد الذي يشكله لتويتر؟ أكيد اليوم Threads سكلت تحديد كثير قوي لأيلون ماسك واليوم شفنا حتى من انطلاق Threads قد كان أيلون ماسك فعال على موقع تويتر وقد كان حتى عم بيتهمه بالمباشر بأنه كان عم بيقوم بأنه هو نسخة طب الأصل عن تويتر فأكيد اليوم تأخير توزيع الأرباح في عنده عدة أسباب من أنه كان اليوم كمانا تويتر كانت شركة مديونة يعني عليها 13 بليون دولار من وقتها ما استلمها وهذا الشيء صار يزيد من وقتها ما استلمها أيلون ماسك خسائر كبرى قدت لهذا الشيء وما ننسى كمان قد اليوم في دعاوي على تويتر موظفين بطردهم يعني كمان عليهم دعاوي هذا الشيء كله أخر نسبة الأرباح لأيلون ماسك وبزيادة خوفه من 3 كمانا اليوم خليقهم بها الخط والأعلانات 50% ليسوا موجودين هذا طيب بشير داني داني أسألك داني أسألك أنه الحسابات الموطقة يعني لن أتحدث عن ثروة إيلون ماسك وما ينقصه وإنما مستخدمو تويتر الذين يريدون جني المسيد من الأرباح يعني الحسابات الموطقة بالعلامة الزرقاء ستستفيد فقط من العائدات المادية هل ذلك سيشجع مستخدمو تويتر لتوثيق حساباتهم؟ هلأ أكيد اليوم صانعين محتوى بعد ما في شيء أكيد اليوم قال ليه أدي صانعين محتوى حيتقادوا كلنا بنعرف يوم كل من النصات بتقول أدي كل صانع محتوى بيتقادة أرباح من مثلا من الضقيقة من حسب شو المحتوى اللي عم بحطه أو شو السياسة المعتمدة من هذا التطبيق؟ هلأ ألوم ماسك ما في شيء واضح بعض عنده هلأ هذا الشيء بيشجع؟ أكيد بيشجع صانعين محتوى أو الناس اللي هي أصلا تستعمل تويتر بشكل كسيف أكيد اليوم حتجزب شوي من الناس اللي أنه تفوت على تويتر جرب تعمل مال أكتر بس أكيد اليوم ما ننسى أنه فيه كومبتشن أو فيه يعني اليوم مواجهة كتير كبيرة مش بس مع تويتز عندنا ما ينسى يوتيوب قدي بتدفع لصانع المحتوى التيك توك قدي عم بتدفع بليونز أفضار لصانع المحتوى يعني عنده تحدي كتير كبير والأخطر من هيك أنه تويتر أصلا ما عنده أرباح هائلة أو طائلة مثل باقة المنصات يعني من وين بدي يجيب هيد الأرباح إذا ما صار هيدا الشيء عنده طيب هل توضحت التسعيرة أو التعريفة يعني كإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب أم أنه بعد ليس واضح كم سيجني مستخدموه تويتر وهناك أيضا تخوف يطرح من أنه من أن يتحول تويتر أيضا إلى محتوى تافه أو محتوى يجذب المتابعة فقط دون التركيز على المضمون وهذا ما كان يميز تويتر صراحة اليوم ما في غير يمكن بعض الأشخاص ليهن مش معروفين خليفيتهم إذا كانوا بيميلوا لألوم ماسك ولا لا غردوا أنه قاموا بتقاضي أرباح بس ما في شيء أكيد ولا في نسبة يعني تشارت محتوطة بالإنفورميشن طبعا تويتر قديه اليوم أنت بتتقاضي لأنه بعد ما أنه شيء رسمي عنده إيه ما بلش فيه أكيد اليوم في خوف كتير كبير أنه تويتر عم بيروح لمطرح عم بينجر إذا بدنا نقول لمطارح تا يقدر يعمل أرباح يعني اليوم لأنه ألوم ماسك بيزنسمان عم بيلحق بيقى البلاتفورم تا يعمل مثل أرباح وهيدا شيء هيخسر رونة تويتر أو ما هو من 16 سنة لأسس تويتر ما كان هيدا هدفه ولا هيدا هو تويتر من أساسه صحيح دهنا نعود إلى هذه المواجهة المفتوحة بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ منذ حوالي الأسبوعين يعني تقريبا انطلق تريدس إلى أي مدى أثر فعلا على مستخدمي تويتر خاصة أنه مع الوقت تعتبر نسبة التفاعل عبر المنصة أهم من عدد التسجيلات يعني الكل تسجل في تريدس لأنها كانت العملية بسيطة وسهلة ولكن عدد الأشخاص المتابعين الذين يقضون وقت على تريدس إلى أي مدى شكل تخوف لتويتر أم أنه لم يؤثر بشكل كبير اليوم قالوا ماسك صرح أنه اليوم أكيد طبعا أنه اليوم وجود هايك بلاتفورم وعنده هايك شعبية أكيد حي وقديه سهل أنك تفوتي على تريدس أكيد حيكون عنده عدد متابعين بها البساطة وما ننسى أنه تويتر بلش من السفر ما كان عنده أصلا تطبيق غيره ينتقل من تطبيق إلى آخر فهذا الشيء ما خوفه بالأول شيء هو كان اللي خايف منه هو التفاعل الناس مع تريدس بالفعل اليوم لا تويتر كان عنده تفاعل أكبر وفي ناس يعني صرحت أنه ما كانت مبسوطة من تفاجأت بتريدس أنه ما أنه هذا البلاتفورم اللي بيجزبك أنك تقضي وقت عليه بالعكس إنستغرام هو بعضه بالنسبة لشركة متى هو الأفضل تويتر بالناحية الأخبار وبينه وبين التريدس تويتر هو يعني إحصائيا واللي حطوا ألون ماسك بعض الناس عم بتتفاعل أكتر على تويتر إن كان بالسياسية وحتى شفنا أنه فيه سياسيين وغيرها وبعض المشاهير ما فاتوا على تريدس أو فاتوا هيك تجروا وظهروا يعني وما التزموا بتريدس هناك أيضا يعني مميزات لفتتني في تويتر غير موجودة في تريدس مثلا من يدخل إلى تويتر يريد البحث عن موضوع معين يهمه لا يمكن ذلك عبر تريدس يعني فقط يمكنك البحث عن أشخاص ولكن لا يمكنك معرفة المزيد حول موضوع معين هل من اختلافات أخرى لاحظت بشير بالحديث عن الفرق بين تويتر وثريدس؟ أكيد اليوم ما بننسى لشغلي أنه اليوم تويتر غير أنه شو بتبحسي أو على السرش طبعه ما ننسى تويتر اليوم أنه جميع المواضيع إن كان ما ننسى قد كان فيه ثورات بلشت عبر تويتر من خلال الهاشتاج هيدا الشيء كتير مهم وما ننسى اليوم أنه كل الصحف وكل القصص اللي بتصير بالعالم بتبلش على تويتر قبل ما تبلش على حيالها منصة أخرى فتويتر بعده عنده هيدا الميزات اللي ما حدا قدر يخرقوا أو يطالوا فيها بس بدنا نشوف إن شاء الله ما يتغير مثل يقوله تويتر ويصير مثل بين منصات مستشار الأعلام الرقمي بشير تغريني شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شكرا